ترجمة نانسي قنقر خمسة مشاريع قائمة تأتي ضمن التصورات لتحقيق التنمية المستدامة بشكل كامل وشامل في مملكة البحرين تمت في عدة تقاطعات وشوارع في المملكة بهدف تحسين المناخ ضمن الاستراتيجية الوطنية للتشجير هذه المشاريع شملت كل من تقاطع ميناء سلمان وتقاطع الجنبية وتقاطع شارع الشيخ عيسى مع شارع الشيخ سلمان وتقاطع شارع الشيخ خليفة مع شارع الزلاق وتطوير تقاطع ثار ومن المتوقع أن يتم طرح المشاريع للمناقصات خلال منتصف هذا العام والبدء بالأعمال الانشائية للمشاريع خلال الربع الأخير من العام الجاري وسيتم الانتهاء من المشاريع مع نهاية العام القادم هذه المشاريع التجميلية تركز على الاهتمام بتجميل الشوارع والتقطعات الرئيسية بالمزروعات من الأشجار الصديقة للبيئة والمسطحات الخضراء بمختلف محافظات مملكة البحرين بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة بشأن أنواع المزروعات والأشجار الملائمة لمناخ وبيئة مملكة البحرين والتي تسهم في تحسين المناخ وتخفيض درجات الحرارة والمحافظة على التنوع البيلوجي من النباتات المحلية مشاريع ضخمة تزيد مساحتها بالمجموع عن 300 ألف متر مربع واهتمام بالغ من قبل الحكومة لتحسين جودة البيئة بمختلف مناطق مملكة البحرين شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين شكرا للمشاهدة